إذن خسارة ثقيلة من المنتخب العماني تلقاه منتخبنا الأولمبي في مستهل مشواره في بطولة غرب آسيا تحت سن 23 سنة المقامة حاليا في العراق تبقى أمام المنتخب مباراة واحدة سيلعبها ضد المنتخب اللبناني مساء الجمعة يتظلع فيها اللاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل ما عندهم ليصالح بها الجماهير اليمنية بعد خسارتهم من عمان بثلاثة أهداف دون الرد عموما للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من العراق الكابتن سامر فضل مساعد مدرب المنتخب الأولمبي اليمني وأيضا الأستاذ العزي العصامي المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني أبدأ معك كابتن سامر مساء الخير وهرد لك الخسارة وإن شاء الله معوضين في المباراة القادمة بأداء مشرف إن شاء الله تعالى مساء النور أخوي النذير مرحبا بك وبكل مستمعين الكرام أهلا وسهلا فيك ونقول الحمد لله على كل حال وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله تعالى كابتن سامر في مباراة المنتخب ضد عمان البعض رأى أنه كان هناك اندفاع وتقدم غير مبرر للاعبين في بداية المباراة في مناطق الخصم هذا الاندفاع كان نتيجته هجمة مرتدة كانت سبب في إحراز الهدف الأول من ضرب الركنية في الدقيقة السابعة ما تبريلك لهذا الاندفاع وهذه المجازفة من بداية المباراة ونحن كما تعلم الأقل خبرة والأقل جاهزية مقارنة بمنتخب عمان بالنسبة للهدف الأول إحنا بدأنا المباراة كنا نمتلك الكرة في وسط الملعب حاولنا أن ننقل الكرة إلى مناطق الفريق المنافسي ومنتخب العماني وحاولنا أن نحاول نعمل ضغط من البداية في هذه المنطقة من بداية المباراة في الكرة العالية التي لعبناها من وزط الملعب لنقل الكرة إلى منطقة الفريق المنافس ولكن صارت هجمة مرتدة بعد تقريباً ست دقائق أو لقيت إلى كورنر ومن الكورنر الخطأ يعني كرة ثابتة ولقيت عن هدف يعني هذا هو يعني كل ما صار في الهدف الأول أو في بداية المباراة إحنا لم نندفع للأمام ولكن كنا في بداية المباراة كرة نحن مسيطنا الناحة وننقلها لكرة لمنطقة الفريق المنافس ولكن من هجمة مرتدة استغل الفريق العماني جاب منها كورنر والكورنر استغل كرة ثابتة وأحرز الهدف الأول طيب خليك معي كابتن سامر سأعودي إليك أستاذ العزي العصامي مساء الخير ومعاليش وهرد لك الخسارة من عمان وإن شاء الله نعوض في المباراة القادمة مع لبنان مساءك طيب أخي نذير أهلا بك أخي العزيز قدر الله ما شاء فعله هذا حال كرة القدم نعم أستاذ العزي ظهر المنتقب العماني أنه ليس ذلك المنتقب القوي وأنه كان بالإمكان تجاوزه لكننا خسرنا بثلاثة أهداف سؤالي لماذا خسر المنتقب اليمني في هذه المباراة من وجه تبارك أنا أعتقد أن المنتقب العماني بالكثير لعب على أخطاء منتخبنا صح هو لم يكن بذلك المنتقب الذي يخوف ولكنه منتخب النظام منتخب استعدى جيدا لديه من الإمكانيات الكثير يكفي أنه لاعبين قادمين أو قادمون من دوري منتظم دوري قوي دوري محترفين نعم على عكس لاعبين الذين يأتون من لا دوري يأتون من لا شيء يعني مجرد جهود شخصية اللاعبين للحفاظ على أنفسهم صحيح وأيضا جهود من تحت كرة القدم يعني لاختيار أفضل العناصر والإبقاء على جاهزية نوعا ما فنيا أنا لا أستطيع أن أعلق فنيا فهذا هو أداء المدرب وهذا هو اختيارة المدرب لكني كنت أعاول على حماس الشباب ورغبتهم في تحقيق الفوز بما الكلمة هما حينما دخلوا إلى الملعب كانت كل آمالهم وطموحهم في تحقيق الفوز وليس فقط بجرد يعني تقديم باراة شرفية أو تنافسية لكن الأخطاء التي ظهرت ربما كان لها تأثير كبير كرتين ثابتتين يعني الهدف الأول من كرة ركنية الهدف الثاني من ضرب الجزاء كان لنا أيضا بالمقابل العديد من الفرص التي أتيحت لو تم استغلالها استغلال جيد أعتقد كانت حولت مجرى المباراة أيضا أنا لن ألقي اللوم على الحكام لكن أيضا التحكيم كان له دور نوعا ما التحكيم كان مهزوز إلى حد ما على ذكر الفرص الضائعة هناك فرصة سهلة ضاعت في نهاية الشوط الأول أيضا ضياع ضربة الجزاء في الشوط الثاني وأنت تتابع ضياع هاتين الفرصتين المحققتين أستاذ العزي ما الذي تقوله لجمهور اليمني والمتابع الرياضي عن ضياع هذه الفرص السهلة والتي كانت المتناولة كما قلت لك أخي العزيز هؤلاء لاعبين لم يأتوا من بطولات قوية لم يأتوا من دوري منتظم حتى اللاعب أحمد ماهر الذي يعتبر أحد اللاعبين المحترفين في جمهورية مصر العربية لكنه لم يكن يعني لا يأخذ المباراة بشكل دائم ويحتاج هذا الفريق إلى الكثير من الأعداد إلى مزيد من الأعداد إلى مباراة تجربية حساسية المباراة هي ما تخلق لدى اللاعبين القدرة على التنافس والقدرة على وصول إلى المرمى بسهولة يمكن الجمال التكتيكية التي سعوا إلى تنفيذها كانت حاضرة لكنها لم تكتمل في المرمى يعني سلحة الفرص عدة فرص كان ممكن أنها تغير مجال المباراة يعني أنا أقيد لكنه لو تم تسجيل الفرصة في نهاية الشهوط الأول كان بالإمكان أن تتغير نتيجة المباراة وأضف إلى ذلك ضربة الجزاء التي أهدها الكابتن أحمد ماهر هو حاول أن يسددها كرة سهلة لكن الحارس فاطلة لها وكان لها بالمرصد هذه الكرتين مثلا كان بالإمكان أن يحدث الفارق تماما فما يحتاجه هذا المنتخب هو المزيد من المباريات طيب إذا طلبنا المزيد من المباريات أين الدعم الكافي لذلك؟ اتحاد كرة القدم لا يمتلك القدرة المالية من أجل أداد المنتخب بشكل أفضل والزج بالأميناء في مباريات أكثر وأكثر نعم أعود إليك كابتن سامر سؤالي تكتيكيا هذه المرة تباعد في الخطوط اعتماد على تمريرات الطويلة الغير مجدية مع دفاعات طويلة القامة نقلات غير صحيحة عشوائية المنتخب لم يقدم جمل تكتيكية انعدام بناء الهجمة المنظمة سرعة فقدان الكرة رعونة وتسرع عدم الضغط على الخصم كل لاعب كان يلعب بمفرده وغيرها الكثير التي رأى المتابعون والمهتمون في الجانب الرياضي أنها كانت نقاط سلبية في المنتخب اليمني في هذه المباراة ما هو ردك على هذا الكلام؟ بالنسبة لهذه النقاط الفنية التي ذكرتها فعلا كان في بعض الهفوات وبعض الأشياء التي كانت موجودة في أرضية الملعب ولكن هذه أخطاء طبيعية وتصير تحت أي ظرف من الظروف الفريقي لربما كان جيد في بعض الأوقات ولكن من المباراة ولكن أيضا لم يكن قيدا أيضا في بعض الأوقات من المباراة هذه حال كرة القدم لربما ضغط المباراة أو اللاعبين تعرف لاعبين ما عندهم الخبرة الكافية للعب مثل هذه المباريات افتقدناها بسبب اللاعبين لم يلعبوا دوري عام منتظم تنقصهم من الخبرة الكثير ولكن إن شاء الله أن تكون هذه بداية لصنع جيل جديد إن شاء الله نتمنى أن يكون أفضل في قادم الأيام بالنسبة للعبين هما يعني ماخذين التدريبات بشكل جيد منتظمين بالتدريبات بشكل جيد ولكن المباراة تختلف عن التدريبات صحيح كابتن سامر لم نرى ردة فعل للمنتخب اليمني بعد ولوج الهدف الأول البعض تساءل هل كان هذا استسلام أم أنه اقتناع من اللاعبين أن هذا أقصى ما يمكن أن يقدموه على أرض الملعب ردة الفعل كانت موجودة ولكن على مستوى متوسط ليست كانت بردة الفعل العالية تعرف أنت مثل هذه المباريات مثل هذه البطولات يعني تحسن بهدف وتحسن بأقل أهداف فهنا حاولنا أنه يعني ما نندفع بعد الهدف ونفتح مساحات كثيرة منتخب عماني خوفا منه ولوق أهداف أخرى ويصير انهيار في المنتخب ولكن الفريق عمل بتوازن وقدنا كثير من الفرص فيه فرص حصلنا عليها ولكن لم نستغل لها نتمنى إن شاء الله أنها المباراة نطلع فيها بالفايدة المطلوبة والكل يستفيد منها في قادم المباريات والقادم أفضل السؤال الأخير موجه إليك أستاذ العزي العصامي وأكيد أنت على علم بالهاشتاج الذي أطلقه الكثير في منصات التواصل الاجتماعي والأصوات التي بدأت تتعالى بالمطالبة بتغيير المدرب سكوب لأنه من وجهة نظرهم هو سبب الخسارة في المباراة ما رأيك أنت؟ لن يكون مجدي الأمر أن نحن نفكر الآن في إقالة سكوب أو إبعاده بالعكس يجب أن يبقي تحت كرة القدم على الجهاز الفني نعم يجب أن يبقي على استقرار الجهاز الفني خلال الفترة القادمة وبعدها إن شاء الله لدينا كوادر وطني أهلا بالإمكان أنها تقود منتخبت لك بالفترة الحالية يجب أن يبقي على سكوب وهو قد بدأ يعني وصل إلى مرحلة من التعاوقد مرحلة يعني متقدمة من التعامل الجيد والإيجابي مع إمكانية وقدرات اللاعب اليمني مع الفترة أيضا بدائرة واسعة من اللاعبين لمن تم استقدامه إلى معسكرات خارجية من أجل أن يشرف على تدريبهم ربما هي المشكلة أنه لا يستطيع أن يزور اليمن ولا يستطيع أن يعمل من داخل اليمن بسبب الظروف في اليمن أضف إلى ذلك كما قلنا لا يوجد الدوريات المحلية إذا انطلق الدوري المحلي القادم في شهر سبعة ربما تكون فرصة جيدة للمساعدين اللي هما محمد الزريقي وسامر فضل لمتابعة البطولة الدوري متابعة العندي متابعة اللاعبين والبحث عن عناصر أفضل وأكثر كفاءة إذن في نهاية هذا الحوار أشكرك كابتن سامر فضل مساعد مدرب المنتخب الأولمبي والأستاذ العزي العصامي المنسق الإعلامي للمنتخب اليمني وإن شاء الله يكون أداء المنتخب أجمل ونحقق نتيجة أفضل في المباراة القادمة إلى اللقاء